ربنا يكون معي الجميع إن شاء الله مرأنا تجربة قبل جمعتين كان يوم ثبت أنا كنت عم باشتف الدرج وابني مروح من المدرسة قال لي ماما أنا بدأ روح ألعب شوي عند ابن عمي قلت له يلا روح ابن ما أخلص عدقت له الخمسة ولا صراخ هو ابن عمه بصيح صوت واحد زي اللي يعني وقعوا في ديقة كتير كبيرة ويصيحوا وصارت سلف تتصيح وتنادي لجوزها وصارت تقول باطل بس ما صارت تقول باطل أنا صرت زعي وأنا مش شايفي شو فيه رقدت أشوف وأركض وأركض أشوف ولا لقيت بوابي خمسة متورة وقع على ولاد ابني كان تحت البوابة وابن سلفة إجروا اللي عالق تحت البوابة صرت أصيح أنا وطلت أسيطر على حالي إجوا الناس يرقدوا إيموا هالبوابة لأنه مقدرت شايمها أنا خفت أطلع يعني قلت ابني ديكون مفغص من تحتها ديكون راسه مفغص جسمه وظهره دماية يعني قامل البوابة ابني وقف عجريه ودوري صار يحكي معي ويقول لي أنه ابن عمي حاول يدفش البوابة يفتح على الآخر فوقع السن وقلبت البوابة عليها وبشكر ربنا يعني أنه ربنا غسلنا بدمه وإحنا محميين وبحيط فينا ومعنا بكل وقت وفوضنا بالاختبارات بس إحنا منطلع منتصرين باسم يسوع المسيح ربنا معنا وما تخفوش أنتو مؤمنين ويسوع معنا وإحنا ممسوحين ومغسلين بدم يسوع المسيح شو ما صار اتكلوا على اسمه ونادوا باسمه هو حدكو أمين